السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميزة جميلة لو انت عايز تعمل الحصر هتجي هنا على قائمة تضغط عليها. وهتلاقي عندك تبدأ ان انت تعمل حصر للمشروع. فنلاقي عمل لنا حصر بسواني لكل حاجة موجودة. طيب لو انا عايز جزء محدد اقدر يدوس هنا وابدأ احدد الجزء اللي انا عادي. بالشكل دوت. فهو يبدأ اعمل فلتر بحيس ما يظهرش غير الجزء اللي انا عملت. هو ده بس ايه اللي يظهر فيه الحصر. بالشكل دوت. وتقدر في اي لحظة تقول له ان انت عايز تعمل تقدر تختار باكان بديد. فالخاصة دي كواسي جدا ان انت تقدر تحصر اي جزء هو يبدأ يجيب لك بقى الاسامي البلوكات اللي موجودة. تقدر تقدر تقول له ان انا عايز اعمل تابل في الحصر دوت. خلينا نجي هنا ونقول له ان احنا عايزين اريا تانية. وابدأ احدد جزء تاني. بالشكل دوت. يبدأ يجيب لي الحصر بتاع الجزء ده بس. نعمل بعد جدول للجزء دوت. اهه. نعمل عليه زون. اه. العناصر موجودة والارقام. خلي بلك الارقام معمولة بحيث ان اول ما يحصل تعديل للبلوكات دية الارقام دي تتعدل. يعني الارقام دي فيلت اول ما تعدل تزود بلوكة او تطرح بلوكة. هتلاقي الارقام دي تعدلت اوتوماتيك. اشتركوا في القناة